في تقليد سنوي شارك فيه مئات الآلاف من الزوار شهدت العتبات الدينية في محافظة كربلاء تبديل الرايات الحمر إلى اللون الأسود إذاناً ببدء عام هجري جديد وسط توجيهات لخلية الأزمة لعدم انتشار وباء كورونا الأجواء بدأت مختلفة هذا العام بقلة عدد المواكب الحسينية بسبب جائحة كورونا البوابات التي حصلنا عليها بحدد خمسين بوابة تم نشرها على كافة أبواب العتبة الحسينية المقدسة من الرجال والنساء وهذه الأبواب هي مزودة بكاميرات حرارية وكاميرات عدادة وكاميرات تعرف على الوجوه وغيرها من الأمور التي تخدم الزائرين وتكشف كل مصاب في حالة دخولها للعتبة الحسينية المقدسة حكومة كربلاء المحلية وضعت خطة تشارك بها جميع الدوائر الخدمية والفرق التطوعية استعداداً للأيام المقبلة التي تشهد توافداً كبيراً من الزائرين بعد إعلان حالة الإنذار لجميع الهجزة الأمنية طبعاً أكيد الخطة الأمنية أقرت وبعد مناقشات بين قيادة العمليات وقيادة الشرطة وهذه الخطة طلعاً عليها وخطة جيدة ونثق بالقوات الأمنية والقيادات الأمنية في المحافظة أن تقوم بدور فاعل كما هي دائماً كذلك وهناك هذه الخطة بها عدة صفحات والأولى هي عملة استباقية خارج المحافظة والثانية تأمين داخل المحافظة والثالثة هي تأمين آليات التنقل وآليات العمل طبعاً حتى تعشيق هذه الخطة مع خطة الخدمات منذ عدة أيام وضعت خطة أمنية استباقية يشارك بها آلاف العناصر من الجيش والشرطة والحجد الشعبي والعتبات الدينية حسب توجيهات وزير الداخلية تواصل قيادة شرطة محافظة كربلان مقدسة بالتعاون مع قيادة عمليات كربلان بخططها الأمنية ومتابعتها للقوة المنتشرة في الميدان حيث باشرت هذا اليوم القوة بالإنذار 100% وانتشار القطعات كافة كانت هذه الخطة الأمنية قد وضعت قبل أيام وباجتماع لجميع الضباط المعنيين بالخطة ومراء المحاور والقطوعات وكان الاستماع للخطة التي أتلاها السيد قائد عمليات كربلان وحضور قائد شرطة المحافظة هذه الخطة بتوجيهات السيد مع الوزير الداخلية بحفظ الأمن والنظام في مدينة كربلان مقدسة دعم لا محدود من السيد المحافظة أيضا لهذه الخطة الإجراءات الأمنية والخدمية تأخذ منحا تساعديا حيث تشهد المحافظة توافد العديد من الزائرين وسط إجراءات صحية مشددة لقناة التغيير الفضائي جاسم الهمايمة كربلان